اشتركوا في القناة لما اف ام هل تعلم اذا كنت تمتلك مليار دولار وصرفت كل يوم منهم الف دولار فانك ما رح تصرف كامل المبلغ الا بعد 2700 سنة تقريبا انا اذا تعشيت يومين برا البيتي بنخرب بيتي هل تعلم بسنة 1989 ادعى كاهن روسي انه يستطيع ايقاف قطار شحن باستخدام الايحاء فقط وعندما وصل القطار دهسه واكمل رحلته تروح دعس الهي ما اجزبك هل تعلم ان في اللغة العربية حروف السين والذال لا يجتمعان في كلمة واحدة واذا اجتمعان في اصل كلمة غير عربي مثال استاذ وساذج هل تعلم انه قبل 12 سنة الغت البرتغال جميع القوانين التي تعاقب على حيازة وتعاطي المخدرات اليوم انخفض عدد متعاطي المخدرات بنسبة 50% فعلا كل ممنوع مرقوب هل تعلم ان زيونة شانة هو صاحب اكبر عيلة بالعالم عنده 39 زوجة و94 طفل 14 منهم متزوجين عنده لهلأ 33 حفيد بتعيش العيل بمنزل كبير مكوى من 4 طوابئ في اكتر من 100 غرفة يقع القصر كما يسمونها في الولاية الهندية ميزوران هل تعلم ان حصان البحر الذكر هو الذي يحمل الصغار وليس الانثى الذكر يحمل كيسا بالقرب من بطنه وتقوم الانثى بوضع البويضات في هذا الكيس حيث يتم الاخصاب داخل جسم الذكر وليس داخل جسم الانثى الله ينتعك بالسلامة هل تعلم ان وضع الهاتف الجوال على وضعية الرنيم بدلا من الهزاز يزيد من عمر البطارية بمقدار النصف لانه الهز بيستهلك البطارية بشكل اكبر بكتير هل تعلم انه اقصر ملك بريطاني هو تشارز الاول وكان طولها لزمك 143 سنتيمتر بس عندنا في اللغة العربية يقولون كله طويل ابله كله طويل ابله طبعا الدكتور بشار الاسط طويل لكنه ذكي هل تعلم ان طيور البطريق تستعمل التثاؤب كجزء من طقوس الغزل في فصل التزاوج تشير الدراسات الى ان الكسل هو جزء طبيعي من حياة الشخص في سن المراهقة وان المراهق لا يتعمد او يتصنع الكسل يا ربكم بابا السمع هل تعلم ان اول امرأة خاضت غمار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية هي فيكتوريا ويدهولد سنة 1872 هل تعلم يختسل الحجاج الهندوس سنويا في مياه نهر جانجيز الذي يقدسونه على اعتبار انه يرمز الى التطهير لكن الحقيقة المرة هو ان نحو مئة مدينة وبلدة هندية تصوب مياه مجاريها مباشرة في هذا النهر كما ان مئات المصانع تلقي فيها ملايين الاطنان من الملوثات والقاذورات هل تعلم ان التفاح اكثر فاعلية من القهوة لجعلك اكثر يقظى في الصباح سجل هالإحداثيات معي وحطها على شريط بحث جوجل جيب وراء وقلم وسجل مرة تانية خذ هالإحداثيات وحطها على شريط البحث موقع جوجل قرب الزوم للاخير حتلاقي صورة رجال عم يسحب جثة للبحيرة معلوماتنا لليوم خلصوا بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا ويكون دمنا خفيف على قلبكن مني انا عمار الاصيل كل التحية وحكيها الحكيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر